مبادرة أخرى مبادرة يزيد أمان مدرستي مبادرة يزيد أمان مدرستي تكونت من المأساة التي نحن تعرضنا لها نعم تعذريني إذا لم أشرح لك عنها يجب أن يكون هناك مرجعية لكل شيء لأنه حدث فينا ورغبة منها أنه لا يتكرر بعون الله أنشأنا هذه المبادرة عملنا كثير أنه تكون أهدافها وصقفها مش مرتفع جدا حتى تكون لها أهداف قابلة للتطبيق نعم نعرج عليهم على كأهداف للمبادرة النقطة الأولى في مبادرة تزيد أمام مدرستي هي أنه المدرس هو خط الدفاع الأول في المدرسة من ناحية الأمان يعني بيختلطوا مع الطفل أكتر من ما الأهل بيختلطوا معه نعم بوجوده معرض لحوادث هذه حال الدنيا نعم ممكن يبلع شغلة ممكن يتعرض لحرق الله لا يقدر يوقع ينزل ممكن يغرأ ممكن مئة إشي ممكن فالمفروض أنه يكون خط الدفاع الأول اللي هو المدرس اللي موجود يكون عنده القدرة على إقامة الإسعافات الأولية نعم بحيث أنه يقدر ينقزه يطلع من هالمشكل اللي فيها يعمل له هايملك مانوفر هيك من هون يطلع له الشغل اللي مخنئ فيها عنده ضربة شمس ضربة شمس وبدو يطلع منها يكون فيه إلى علاج وتكون عندها القدرة هون هلأ الواقع أنهم ما عندهم القدرة أنهم يعملوا هذا الحكي يعني في مدرسة يزيد الله يلحمه رحمة الله علي يا حبيبي اللي اكتشفنا إحنا يعني أنا بتذكر أنه المس المعروف عنه بتقول لي أنا معروف عني أنه اسمي الحنونة طبعا أنا شو بدي هلأ حنونة ولا مش حنونة كل الناس حناين وكل الناس كويسين أنا بدي يكون عندك القدرة والكباسيتي أنك تقدر تقوم بواجبك وتحافظ على هالعهدة العملاقة اللي أنا اللي تاركها عندك ولكن يعني مش موجود فلازم هلأ يكون فيه كورس ينعطى مع تيتشينج سيرتيفكت لإقامة الإسعافات الأولية عند كل مدرس في مدرسته كل مدرس بلا استثناء نعم النقطة الثانية اكتشفنا أنه مدرسة أوكسفورد الروضة اللي فيها مش مرخصة الحضانة اللي فيها مش مرخصة كان لها قريبا 13 سنة 13 يعني أنا ابني الكبير ليث درس فيها بالبري سكول وكانت مش مرخصة وطبعا كانت مش مرخصة يعني مش إنه مرخصة فقدت ترخيصة طلعت مش مرخصة من تاريخها وهذا شو معناه أو شو أبعاده إنه المدرسة مش مرخصة؟ هذا يعني هذا شيء عملاق نعم السؤال اللي سألنا إنه ليش ما فيه ترخيص اللي نحكى لنا إنه لا بترخصوا ولكن بيبرورك هو عبارة عن ورق يختم وثائق وثائق وبترحل لو يعني معقب معاملات عندهم بالمدرسة أكسفورد بيحمل حاله بروح برخص بلهم برخص وما بتعرف يعني حتى مدى أمانة الأشخاص اللي يمكن بتعامل معهم إذا حتى كشفوا ولا حتى تبينوا ولا يعني ما بتعرفيش كيف تمشي المعاملات هاي نعم فاكتشفنا إنه ما فيه كشف حسي فوجوب الكشف الحسي يعني لو كانوا موجودين وعملوا كشف حسي لا قالوا لنا هاي المدرسة مش مرخصة إحنا هلأ ما يعني لما تكون مدرسة مش مرخصة النقطة الرئيسية اللي فيها إنه لم تكتمل فيها الشروط اللي تؤهلها لاستقبال الطلاب بهاي الفئة العمرية نعم أوكي إذا غير مؤهلة يبقى ما بنحط ولادنا فيها نقابل بالرفض ولكن كونها موجودة المدرسة كانت تعلن على إنه عندها أفضل بريسكول على حد الإطلاق ويقول لك إحنا ما فيه حدمتنا وإحنا صدقنا ما فيه عندنا الخبرة إنه تسأل تسأل شو طبيعة القوانين الموجودة كيف انتم تتعاملوا مع لها هل ممكن معقول نكون بكزب؟ لا مش معقول يعني إشي ما ما كان بي دائما بنربط خصوصا إنه المدارس الخاصة واللي بتاخد يمكن مبالغ هائلة من وراء الطلاب اللي موجودين عندها بنفكر إنه هي خدمة خلينا نقول خمس نجوم بس للأسف فيه العديد من المدارس الخاصة وإحنا ما بنقدر طبعا نعمم بهذا الكلام عارفو خمس إحنا كأهل شو عايش بندور المقياس تبعنا على جودة المدرسة هو لما بيجوا بقولوا لنا صحابنا إنها كويسة أو إنه فلوسها كتير نعم كل ما بنربطين كل ما علية المصارية كل ما كانت المدرسة أفخم صحيح يعني هذا اللي إحنا عارفين وأفضل بس بتقدر يتفكر للحظة إنه مش مرخصة بس هون أستاذ خالد دايش مهم كمان يكون فيه وعي عند الأهل لما هم بدون مسجلوا أطفالهم بأي من المدارس إنه يروحوا ويراجعوا بوزارة التربية والتعليم يعني الجيهة المعنية بالمدارس الخاصة إنه يرجعوا بتاريخ المدرسة يعني هلأ واجب الأهل زي تحري نعم يعني أنا هلأ بعد اللي صار فيي والمفروض الكل يتعلم من اللي صار معي لأنه كان ممكن يزيد يكون أي ولد هي شاءة الأقدار وشاء ربنا سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا الله إنه تيجي بهالولد الحبيبي هذا بس يعني ما كان فيه داعي يعني إنه ربك بده طبعا اختاره لسبب بس كممكن يكون أي ولد طبعا فالأهل هلأ المفروض لما يجي يدخل على المدرسة يقول له لو سمحت بدي أشوف الترخيص طبعا مش مش فلسفة إذا مش موجود يبقى مش مؤهلة يبقى ما في عندها الفاسيليتيز لا عندها المقدرة ولا عندها البناء بسمح ما فيش مواصفات الأمانة اللي بتكون محطوطة لا استقبال أطفال بهاي الفئة العمرية فإذا مش موجود ما بتلزمك فهلأ لازم كل بني آدم قبل ما يحط ابنه يطلب يشوفها الرخصة وكل مدرسة لازم وإذا اجاهلت المدرسة ولا التائلت ولا إيش بدكشها بعد عنها وروح دور لك على شغلة آخر طيب إحنا في عنا بعض صور بنحبهك شوية نعرضها لحتى نشرح عنها ونوضح أكتر على مبادرة أو عن مبادرة يزيد أمان مدرستي هون في عنا شعار المبادرة نعم هذا يزيد حبيبي الله يرحمه الصورة في بركة سباحته في المدرسة نعم يعني أنا لو شفت هاي الصورة مبين علي قدش ما كان وبسوط بلهاد بس سبحان الله نعم هون أنا الأوان سلامة وعزيمة ومراقبة وإصرار كل هاي الأمور إذا اجتمعت بالمدارس الخاصة وكان فيه تعاون من قبل الأهل ومن قبل المدرسة وهكذا يعني إذا كان فيه ضمير من قبل المدارس أكيد ما رح يصير أي من هاي المشاكل أو الأخطاء إن شاء الله شوفش بدي أحكي لك شعبنا شعب محترم نعم يعني مش سيئ عاف كيف وطيب طيب صح واللي بدرسوا حتى هم مننا فهم كويسين نعم بس اللي بصير إنه بصير فيه غلطات سببها حط أشخاص غير مناسبين في محل وغير مؤهلين غير مؤهل وغير مناسب للدور اللي هو فيه مقابل إنه العائد المادي أربح للمدرسة هذا كفاءته ورخيصة يعني نحن ندفع مبلغ كبير كتير كنا عليه يزيد الله يرحمه الله يرحمه وهو عمره ثلث سنين ونص البنة اللي اللي مست صفه ما عندها القدرة أبدا على إنها يعني أحكي لك شغلة وأنا حسبت على حالي كتير أنا أول يوم رحت على المدرسة أحطه هناك حطيته بلهاي أجب بدو يلحقني بطلع معي بابا 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 بدي إياك بل هذا بتقول له أرجع طلعت لبتقول له في عو بيطلع بياك لك شوف أسلوب التخويف والترهيب بالأطفال هذا إندل إندل فإنما يدل على عدم الكفاءة نعم هلأ أنا بهديك اللحظة كان يعني رحت للمديرة وقلت لها ما بصير ما يوجي بنا هذه البنات ما بتعرف شو تسوي قال لي لا إحنا منعالج الموضوع بنحله ونهينا بس طبعا عدم القدرة هذه يترجم بأشياء أكبر وأكبر وأكبر وبالآخر تترجمت لأنه خسرت أحلى أولادي لا حلو لا قوة إلا بالله والله يرحموا يا زيد إن شاء الله أكيد طير من طيور الجنة إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب نكمل أيضا بأهداف المبادرة أستاذ خالد النقطة الثالثة أنه لازم يكون في كل مدرسة مندوب من الدفاع المدني أو مدرب من الدفاع المدني نعم سيفتي أوفيسر مسؤول سلامة عامة نعم موجود ومقيم في كل مدرسة نعم هلأ إقامته في هاي المدرسة إيجابياتها رائعة أول إشي يزيد في مدرسته لما طلع لأ الباب مفتوح لو هذا الباب عليه رداد آلي على مستوى رداد آلي باب البركة باب البركة نعم أوكي لو عليه رداد آلي كان سكر هلأ المدرسة مضيعين المفتاح وبعرفوه شوين ولا إشي موجود وصلة طوايمة بس شو بدنا نسوي هذا اللي صار بس لو إنه مع كل الإهمال كان في رداد آلي على الباب كان سكر شافهم سكر كان رجع على صفه هو طفل صغير أصلا ما فيه حيلة أنه يقدر يفتح الباب شو بده يسأل فالسيفتي أوفيسر بني آدم كتير مهم ودوره جدا مهم وتواجده في المدرسة بزيد من ثقافة السلام العامة في المدرسة بشكل عام يعني بصير يعطي دورات بصير ينبه بصير بني آدم التواصل معه بزيد روح الأمان للطلاب الموجودين أنا كأهل بكون سعيد أكثر إنه يكون موجود وإله دور فعال جدا يعني أحكي لك شغل أخميس هذيك يزيد مش مش أول ولا آخر ولد رح يروح بسبب الإهمالة عشان تكوني على الصورة طول ما إحنا بالطريقة اللي إحنا ما عاشيين فيها هاي لا أول ولا آخر ولد هذيك اليوم بنت اسمها داليا الحرباوي هاي البنت شورت المس النقطة الأولى اللي حكينا ما فيش قدرة على إسعافات أولية فيش فكر منظم فيش ثقافة سلام عامة أول بني آدم هربت من المدرسة طلعوا دعاسوا على البنت بلون حطموا الكبد عندها وماتت وهم يتفرجوا عليها ما أحد عارف يساعدهم مش قادرين يصعفوها وقفوا قدامها ويعني ما كان في بليد حيلة مش عارفين كيف يتعاملوا معها قبلها أكم من يوم ولد اسمه خالد اندعس راسه طلع باص على راسه وفعصه هو والأسفل واحد أقول لك يعني إشي ما في الثقافة مش موجودة ولازم تنزرع وإحنا لما منزرع مسؤول سلامة عامة في المدرسة يركز على أمور السيفتي رح بالآخر رح تثمر يعني إنستنت اللي رح يكون فيه إشي كويس وعلى الأمد الأبعد رح تتحول إلى ثقافة وهذا هو المهم إن شاء الله هذا اللي من ثمن طيب نكمل أيضا بالنقطة الرابعة بموضوع المبادرة وأهدافها شو في ستة مدرسة أكسفورد يملكها 37 بني آدم نعم فهي في نتيجتها شركة ربحية نعم أوكي مش معتنين بسلامة أطفال مش من مبدئيات الرئيسية تبعتهم والدليل اللي اللي صار معنا نعم اللي مهتمين فيه إنه شو المنتوجي المادي في نهاية المطاف هلأ مين اللي بدفع مين اللي بدفع الفاتورة هاي أنا والياكي والأهل والأهل زي كأنك حطوه بدايكر بمول نعم أنا عفوا بظل أحكي على مدرسة أكسفورد يجب أن يكون القرار مجلس الإدارة اللي بدو يطلع الأهل اللي لهم علاقة فيه هذا الحكي موجود موجود بأوروبا موجود بأميركا وموجود بجزء من المدارس الغير ربحية في الأردن نعم إذا تكرر إذا تعمم رح يزيد مستوى السيفتي في المدرسة كتير أكثر من هيك نعم هلأ هاي هم النقاط الرئيسية اللي إحنا إحنا سيد وجيه ويس معالي وجيه ويس تبنى المبادرة بالكامل نعم وشكرنا عليها وهلأ وعدنا أنه بالنص الثاني من السنة تكون مبادرة تزيد أمان مدرسة مطبقة في كافة مدارس المملكة خاصة والحكومة الخاصة والحكومة إن شاء الله نتمنى إذا هذا الحكي صار أنا بقول لك رح يرتفع مستوى الأمان والسلامة بالمدرسة بشكل هائل إن شاء الله تم تطبيق كل أهداف وكل محاور هذه المبادرة وخصوصا يعني عم نقول أستاذ خالد أنه أنتو مرأتوا بتجربة شخصية فمن هالتجربة شخصية انبثقت منها أهداف المبادرة لحماية أطفالنا حبي أعرف إشصار بالقضية نحن نعرف أنك رفعت قضية على المسؤولين عن وفاة يزيد الله يرحمه وطبعا القضية هلأ تمشي بالمحكمة لكن أين وصلتوا فيها؟ ستة أنا بدي أشبك الموضوع بمش بس بالقضية أنا بدي أشبكه بالفكر العام تبع المجتمع بعد إذنك نحن نمارفع عن القضية نحن جهزنا مجموعك من المحامين الكفوئين بس يتابعوا الأمور بحيث أن الدولة تقدر تقوم بالحق العام وهذا أول شيء أنا لهم لا أشتكت بالحق الخاص الشخصية نعم هلأ الحق العام اتهم هلأ أنا قلت لك المدرسة هي ملوكها 37 شخص من المتنفذين وكبار رجال الدولة والمال في الأردن نعم والناس ألونا ما تتابعوهم وهذا وأنا والله ما بعرفهم الجماعة ما في بيني وبينهم أي شيء غير أنهم تسببوا في وفاة ابني وأنا ما بقدر أسامح بهذا الموضوع عارفك بس يعني بدنا نشوف شو بده يصير هلأ صدر قرار من المحكمة بتوجيه تهمة التسبب بالوفاة بسبب الإهمال وعدم الاحتراز وقلة الانتباه وفتح حضانة وروضة غير مرخصة نعم وهذه عقوبتها من 6 أشهر إلى 3 سنوات لا أشخاص المفروض من اللي فهمتوا وأنا زي ما قلتلك أنا والله ما بعرف كثير الناس كيف هون من المفروض أنه هذا الحكي ما بصير معهم ولكن احنا في دولة قانون نعم ونزيه جدا والقانون يسود الجميع فهذه من ناحية المدرسة البنت اللي ما مسكت ييده ما وصلته على صفه حجزت وبعدين فترة طلعوها مشرف البركة وموقذ الاسباحة نفس الاشي حبسوهم وبعدين طلعوهم حبسوهم شهرين زمن وهلأ المرحلة التانية من القضاء ولكن أنا بحب أحكي لكل بني آدم أنه يعرف أنه عايش في دولة محترمة نعم احنا عايشين أخت ميز في دولة محترمة جدا 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 القانون فيها سائد وهو يمشي على الكبير والصغير وأنا كنت أخشى أنه لا يمشي على الكبير ولكن اكتشفت أنه لا يمشي على الكبير والصغير جلالة الملك أكد لنا هذا الكلام وأنا لمسته بيدي ممتاز حمد الله وبعدين نرى ما سيحدث بالدعاء بالحق الشخصي ونرحل المرحلة التانية النقطة الرئيسية أنه لا يريد بني آدم يستوطي حيطة حاله أحكيها يعني بهذه اللغة نعم الكل يعرف أنه في هذه البلد بلد قانون وكلمتك مؤثرة إحنا لما دخلنا على الوزير دخلنا عليه بمئة ألف موقع على المبادرة مئة ألف أخت ما يسم مئة ألف طبعا ما نزلنا له ببراشوت عن طريق صديق أو كذا المجتمع دخل عليه وقال له إحنا بدنا تنفذ هذه المبادرة وكان من أول موقعين عليها وقال أنا معكم كأب وكوزير إن شاء الله بتدخل حيز التنفيذ إن شاء الله أستاذ يعني هاي المبادرة مبادرة يزيد أمان مدرستي وأنا بالنهاية بدي أقول أنه ما حدا طبعا بيستطيع الوقوف أمام القضاء والقدر لكن أخذ الحيطة والحذر أكيد رح يكون في إلهم دور كبير بتجنب الأخطاء وتجنب لا ما لازم يكون فيه خلط بين القضاء والقدر والأخذ بالأسباب أكيد اللي بعملوا هيك هدول الدرويش والباطلين في شكل عام وهذا نظام فاسد وخاطئ ديننا وحياتنا قبل ما بنقول قضاء والقدر مبني على الأخذ بالأسباب طبعا وكل ديننا باتجاه نحو العمل اعملوا فسوف يرى الله وعملكم والمؤمنون كل شيء فينا باتجاه العمل مش باتجاه القضاء والقدر عرفنا أنه قضاء والقدر بعد ما حدث صح بعد ما حدث توفى بنقول عمره توفى ولكن إذا يعني هلأ واحد يروح يطخ الثاني يقول لك عمره قضاء وقدر لا عمره قضاء وقدر زي ما حكينا يعني إحنا دائما لازم نأخذ الحيطة والحذر وخصوصا للمدارس هدول الأطفال ما إلهم حيلة وزي ما حكينا يعني أطفالنا إحنا من وديهم أمانة لها المدرسة لكن بالنهاية منرجع منقول إنه ما حد رح يخاف على أولادك أكتر منك فأديش مهم إنه الأهل يدخلوا بقرارات المدارس وضع الأنظمة والقوانين يساعدينك على هالكلمة لأنه لأنه في نهاية المطاف اللي إحنا إنحنا 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 إنه المدارس هي البيت الثاني هذا كله كله كلام فاضي انسى هذا كان الحكي زمان بمرحلة معينة هلأ صرنا بمرحلة تجارية أنا ما عم بقولك كل مدارس عطلة ما في حدا ما في حدا رح يخاف عليه نونسنس كلام فاضي ما في حدا بحب ولا حدا ومسؤوليته يدير باله أدك نعم أنت اللي بتحبيهم أكتر بني آدم وانت اللي مسؤولة عليهم أكتر بني آدم لكن بالنهاية زي ما حكينا أستاذ خالد يعني هي هذا واجب يجب أن تقوم فيه المعلمة أو المعلمين بشكل عام المدراء تاعة المدارس لحتى يقوموا بواجبهم هو مجرد واجب إحنا حطينا عندك الأمانة لمدة خلينا نقول بيقضوا أكتر وقت من النهار عندكم لازم يكونوا عندكم أمانة وديروا بالكم عليهم وهذا حق عليكم تركيز على هالنقطة بدي أحكي لك هالقصة الإصارات سريعا يزيد بعتولي يوم الخميس وراء بقولولي الرجاء بإرسال دينار حيث أنه علمنا كلمة يالو وكاتبين يالو واي اي اي او بمدارس أكسفورد مفروض نظام بريطاني قلنا لهم ماشي أنا حكيت لهم مليث قلت لها أنا بدي أروح أحكي مع الجماعة هذول لأنه هذول ما يعني مفهموش اللي بيحكوا بهاي اللغة معلمين شارين له درة وبدوهم دينار بدالهم يوم الأحد قالت لي مليث وأنا كمان استشارت نفسي خوفا على أنه الولد يستفردوا فيه ولا يدايقوا بدناش نزعلهم قلنا ما راح نروح عليهم فبعتنا الدينار يوم الأحد وراح الولد سجلوا الولد غاير واخدوا الدينار يا ميز واخدوا المساري من الولد وهم مش منتبهين مش من الولد وصلته مشرفة الباص وصلت الدينار للمس وأخدته استلمته وما سجلت سجلت الولد غاير يبقى هذا يقول لك الأولوية لإيش في المجتمع اللي إحنا فيه للأسف للأسف للمال طبعا الولد راح والله كان إلي خاطر أبعت لهم رسالة تانية أو أبعت لهم الدينار المبادرة معنا تشوفي آلاف الأشخاص بديرها 11 بني آدم مثل الجوهرة أنا أكنلهم كل الاحترام والشكر الشكر الأول والأخير إليك أستاذ خالد كيف رائعة هالمبادرة التي طلعت منك بتحويلها زي ما حكيت إلى مبادرة تفيد فيها كل أبناء المجتمع لو عرفت يزيد قديش رائع بتعرفي لشي مبادرة أكيد يزيد رائع يعني والله خلي لك ملعدك زي ما حكينا شكرا إليك أستاذ خالد شكرا إليك يعطيك العافية شكرا